السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حج 2024-1445 وإليكم آخر الأغبار وخبر سعيد للسيدات يعلن لأول مرة قبل التفاصيل ياريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك للقناة وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الأغبار نشرنا اتباعا ما يتعلق بحج 2024 حتى الآن إليكم آخر الأغبار أعلنت مديرية أمن محافظة سوهاج إجراء كرة الحج العام 2024 للمواطنين المتقدمين من مختلف مراكز وكرة المحافظة لأداء فريدة حج 2024 سيكون الموعد بإذن الله تعالى غدا الخميس 16 نوفمبر لعام 2023 في مديرية الأمن صباحا وكذلك طرق الحصول على نتيجة القرع ستكون وراقيا وإلكترونيا وهناك عدة أوراق مطلوبة من الفائزين بداية بطاقة الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، إثبات الحالة الصحية، إثبات بينات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق وإضافة رقم ثاني للتواصل في حالة الأهمية أما الخبر الثاني معنا وهو الخبر الذي سيسعد السيدات المصريات حيث أعلن عدو جمعية العمومية لغرف الشركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية خبر هام للسيدات التي يبلغنا من العمر 25 عاما فما فوق أعلن أن هذا الخبر يتمثل في السماح لهن هذا العام بالتقديم والصفر للحاج دون محرم وذلك للمرة الأولى موضحا أن شرط وجود محرم شرعي مع السيدات أقل من سن 45 عاما خلال الأعوام الماضية تسبب في حرمان أعداد كبيرة من السيدات من الصفر للحاج أضاف أيضا في بيانه أنه سيسمح للسيدات اللاقي يبلغنا 25 عاما بحلول 1 مارس لعام 2023 بالتقديم لقرعة الحاج السياحي دون محرم لافتا إلى أن السيدات أقل من 25 عاما سيلزم لصفرهن للحاج وجود مرافق وذلك وفقا للضوابط العامة المنظمة لحسة مصر من تأشيرات الحاج لعام 2024 أعلن أيضا عن فوز 82 شخص من قرعة الحاج لعام 2024 في محافظة البحر الأحمر وفوز 140 شخصا في قرعة الحاج لعام 2024 في محافظة السويس وأيضا فوز 268 شخص في قرعة الحاج لعام 2024 في محافظة أسيو أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وضمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله